كل الأسلحة وكل أنواعها بما في ذلك منظومات التحكم المؤتمة وكذلك الروبوتات والاهتمام الأكبر في ساحة المنتدى كانت للمسيّرات وهذا الاتجاه يتطور بشكل كبير سواء في الجانب العسكري أو المدني والحديث يدور عن تشكيل قطاع علمي وتقني خاص بذلك كذلك ستعرض في هذا المنتدى منتجات مجمع الصناعي العسكري بما في ذلك القوارب والمروحيات حوالي 250 فعالية ستكون مخصصة لصناعات المجمع الصناعي العسكري وغيرها من الابتكارات وروسيا من الدول الرائدة في هذا المجال حيث يرتفع الطلب على سوق الذكاء الصناعي وهناك الكثير من الشركات الأجنبية تشارك في هذا القطاع في العام الماضي عرضت 32 شركة أعمالها في هذا العام 80 شركة تعرض أعمالها وهناك تعاون في المجالات القائمة وصناع مجالات جديدة ونقترح كذلك تعاون في مختلف المجالات بما في ذلك إعداد الكوادر وتدريب الجنود الأجانب وزيادة مهنيتهم ونعون على أنه كما في السابق على هامش هذا المنتدى سوف توقع وتبرم الكثير من الصفقات والاتفاقيات أصدقائي الأعزاء أنا واثق من أن إجراء هذا المنتدى سيعزز الشراكة العسكرية والعسكرية التقنية للعالم متعدد الأقطاب المستقر والآمن وأتمنى لكم كل النجاح في هذا المنتدى للمشاركة في فعاليات افتتاح المنتدى العسكري التقني الجيش 2023 يدعى نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة سيد مانتروف وزير الدفاع سيرجي شايقوف والسيد جينادي خرينين وزير الدفاع بيلاروس وزير الدفاع سيرجي شايقوف طاب نهاركم أصدقائي الأعزاء أرحب بكم ويسرني أن أرحب بكم في افتتاح المنتدى العسكري التقني الجيش 2023 هنا في حديقة المعارض باتريوت نرى معرض لمنتجات الكثير من الشركات المحلية والأجنبية وبذلك ستفتح إمكانية للتعاون العسكري التقني المربح وهذا رد فعال للعقوبات وكذلك للقوة التي تحاول الحفاظ على الفوضى وعدم الاستقرار في العالم أن هذا المنتدى يعتبر من المعارض الرائدة في العالم وفي هذا العام الكثير من المنتجين المحليين والأجانب سيعرضون منتجاتهم الشركات الروسية ستقدم إضافة إلى المشاريع الجديدة لمجمع الصناعي العسكري الروسي وأؤكد أن الكثير منها يدخل في خدمة القوات ويستخدم في منطقة العملية العسكرية الخاصة في الظروف الحالية أن أسلحاتنا تستعرض مضمونيتها وقوتها ولكن هناك الكثير من السلبيات التي ظهرت لدى الأسلحة الغربية فبإمكانكم في هذا المعرض التعرف على المنتجات الروسية ورغم العقوبات الاقتصادية الكبيرة تمكننا من زيادة الإنتاج العسكري بأضعاف مضاعفة حيث ستعرض الابتكارات الجديدة في مجال الذكاء الصناعي وكذلك المسيارات والحرب الكترونية وكل ذلك في ضمن المنتجة سيؤدي إلى تعزيز التعاون وكذلك الحوار بين الهيئات والشركات إضافة إلى إبرام الصفقات ذات المنفع المشتركة وأتمنى للمشاركين النجاح وللزوار قضاء وقت ممتع في هذا المنتدى نائب رئيس الحكومة الروسي وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتروف الزملاء الأعزاء أصدقاء المحترمون أرحب بكم في المنتدى التقني العسكري الجيش 2023 إن مهني المجمع الصناعي العسكري قدموا في هذا العام أعمالهم وبالنسبة للشركات الروسية والأجنبية هذا المنتدى يعتبر إمكانية كبيرة وفرصة كبيرة لتبادل المعارف وإيجاد الشركات الجديدة إضافة إلى تبادل الأفكار حول الابتكارات الحديثة وتعزيز التعاون إن هذا المنتدى يبني الجسور بين المنتجين والمشترين لمنتجات ذات المهام العسكرية إن المنتدى دائما يعرض الأسلحة الحديثة والمعاصرة أتمنى لكم الاهتمام الشديد في هذا المنتدى حيث سترون الكثير من المعدات والوسائط الحديثة والمعدلة بما في ذلك المروحيات والمنظومات التحكم وكذلك الذخائر إضافة إلى الدبابات والمدرعات الخفيفة والثقيلة فأعتقد أن المشاركون والزوار هذا المنتدى سيقيمون كل الفعاليات ضمن هذا المنتدى ويشعرون بتلك الوتيرة التي يعمل فيها المجمع الصناعي العسكري لتعزيز تعاون وزيادة الإنتاج وأود أن أتوجه ببعض الكلمات للوفود الأجنبية أن هذا المنتدى سيؤكد سعينا إلى تعزيز التعاون وإبرام الصفقات وكذلك تعزيز التعاون من أجل رفاهية شعوبنا وتعزيز أمننا أصدقائنا الأعزاء في هذا المنتدى ستكون هناك الكثير من الفعاليات المفيدة والكثيفة أتمنى لجميع النجاح وقضاء وقت ممتع وشكرا لكم وزير دفاع جمهورية بيلاروس فيكتر خرينين الأصدقاء الأعزاء زملائي الأعزاء لدي شرف أن أهنأ باسم جمهورية بيلاروس منظمي منتدى الجيش 2023 وأشكركم على هذه الفرصة لأتحدث أمام المشاركين أن هذا المنتدى يعتبر من المعارض الرائدة في العالم لأتقنيات والمعدات العسكرية حيث تعرض الإنجازات المعاصرة والحديثة للمجمع الصناعي العسكري والشركات المشاركة والهيئات المشاركة في هذا المنتدى من خلصة أنحاء العالم يؤكد أهمية التعاون العسكري التقني وكذلك بناء وإقامة الإمكانات الدفاعية لأدول المشاركة أن هذا المعرض يجمع المختصين العالميين للمعدات الدفاعية والأمنية إضافة إلى ذلك هذا المنتدى يفتح مجال لتبادل الأفكار وكذلك تبادل الخبرة في المعدات العسكرية وضمن ظروف عدم الاستقرار العالمي وكذلك الضغط غير المسبوق من قبل الغرب المشترك الذي يعادي كل دولة تحاول أن تتبع سياسة مستقلة هذا المنتدى يعرض التعاون والسعي لإظهار الإمكانات الدفاعية لكل دول مشاركة وهذه الفعالية الدولية تساعد في إيجاد الحلول للمشاكل العالقة لأمن الدولة والإقليمي والعالمي على حد سواء ومن أهم الأمثلة لهذا العمل هو تعزيز الإمكانية الدفاعية لدولة الاتحاد والتي كانت نتيجة للعمليات التكاملية بين الشركات الروسية الدفاعية والبيلاروسية وبسرور أشيد إلى أن هذا المنتدى سيعرض قطاع واسع من الشركات الدفاعية والصناعات العسكرية البيلاروسية فأدعو المشاركون لمشاهدة الأجنحة البيلاروسية لتعرف على المنتجات البيلاروسية وأشكر المنظمين على العمل الجيد وتنظيم هذا المنتدى وأنا واثق من أن هذا المنتدى سيكون إمكانية لتعزيز التعاون العسكري والعسكري التقني ويعتبر نقطة تحول لتطوير الاتصالات الموجودة وإيجاد كذلك صبل لبناء المستقبل الآمن والمستقر شكراً للاهتمام وأتمنى لكم النجاح في عمل هذا المنتدى شكراً للمشاهدة